اختتم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورته الثانية عشر بمؤتمر صحفي أعلن خلاله جوائز المصابقة المختلفة وعقب السلام الجمهوري لمصر وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا وخلال إعلان توزيع الجوائز وقع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ولأول مرة بروتوكول تعاون بين مصر والسينغال وقودفوار لترميم الأفلام الأفريقية وإحياء التراف السينمائي الأفريقية وكانت الفكرة قد نشأت خلال ندوة حفظ التراث السينمائي الأفريقي بالنسبة أننا نحن في لجنة التحكيم شفنا ست أفلام فطبعا فيه جميل جدا وفيه المتوسط يعني السينما هي دائما فيه بتحب أو ما بتحب يعني أشياء شخصية ولكن مستوى كان جميل ومستوى حلو ومتنوع طبعا أنا مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ليه مكانة في قلبي كبيرة لأنه هو بيجمع مخرجين وصناع أفلام من القرى الأفريقية ونتجمع كلنا هنا بنتفارج أفلام بنيبادل أفكارنا فبيحصل يعني نوع من أنواع المشاركة الجميلة وجود يعني صناع أفلام من أفريقيا كلها هي حاجة بتلهمني أنا وبتحمسني أني أعمل المشاريع التانية وخصوصا لما بتلاقي أن احنا كلنا كصناع أفلام في أفريقيا فاهمين أفلام بعض وحاسين قوي المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها وده بيعمل ترابط كده بنحسن احنا كلنا واحد يعني فكرة مهرجان الأسر أعتقد أن هي حاجة مهمة جدا جدا لأن هي بتعمل كونيكشنز ما بيننا كدول أفريقية أعتقد أن أنا للمرة الثالثة بحضر المهرجان بقى عندي صديق في كل دولة أفريقية ودي حاجة مهمة جدا أننا بنعرف أكتر عن السينما بتاعتهم هم بيعرفوا أكتر عن السينما بتاعتنا فده شيء يعني عظيم جدا من التواصل قابلنا الدورة دي سليمان سيسي المخرج المالي العظيم اللي كان ليه أفلام في مهرجان كان ودي حاجة مهمة جدا يعني كلنا كأفرقة أعتقد نفخر بيها يعني